تعرفوا على هدايا مجالة دبي الثقافية أهلا وسهلا بكل أصدقائي وكل من يتابع هذا الفيديو اليوم أريد أن أقدم لكم مجموعة من الكتب التي تأتي على شكل هدايا مع مجالة دبي الثقافية كما رأيتم في مقدمة الفيديو قبل عرضي للكتب أرجو من كل من يشاهد هذا الفيديو أن يسجل معنا على القناة وأن يدعمنا بالإعجاب وتنبيه زر الجرس حتى يصل لكم كل جديد وأيضا أركز كثيرا على خانة التعليقات لأنها خانة مهمة ومهمة جدا فأرجو من كل من يشاهد الفيديو أن يضع تعليقا على شكل فكرة أو ناقد كما تحب أنت وما ترى في خانة التعليقات أكتب تعليقا يضيف لي يضيف لي كما قلت فكرة يضيف لي معلومة تنبهني إلى أمر وعين فمرحبا بكم وبتعليقاتكم دائما وأبدا كما أقول دائما فلا تبخلوا علي أرجوكم بتعليقاتكم الكريمة كما أشكر كل من يتفاعل معي دائما ولا يتوانى في الرد على تعليقاتي أو مشاركة تعليقاتي على فيديوهاتي البسيطة فالقناة في البداية هي لكن ستتحسن إن شاء الله مع الأيام القادمة أو في الأيام القادمة فأرجو لكم متابعة طيبة أول كتاب معنا مختارات من قصائد جلال الدين الرومي من ترجمة تحسين عبدالجبار إسماعيل الكتاب الثاني من أوراق صحفي عراقي محسن حسين الكتاب الآخر في الشعر الإفريقي المعاصر للأستاذ الدكتور حسن الغرفي رسل الموت للكاتبة هبا فاروق وهو عبارة عن اسم مسرحي وهو أيضا حائز على جائزة دبي للإبداع في دورته السابعة 2010-2011 وهي عبارة عن جائزة تقدم في التأليف المسرحي للمسرحية الواحدة كتاب المحكمة عبارة عن ديبان شعر للشعر العراقي كريم العراقي كبرياء جريح وهي عبارة عن قصائد مختارة للشعر مارينا أو الشاعر مارينا تيزفي تايفا ترجمة وإعداد إبراهيم إسطنبولي كتابات النور الأحمر نصوص النور أحمل علي معنا أيضا رواية الظل الأبيض تجربة في الاستنارة للروائي عادل خوزان ديوان شعر بعنوان الفاتنة للشاعر جمال بن حويرب ديوان شعري آخر ينام على الشجر الأخضر الطير للشاعر المتألق محمد علي شمس الدين بعنوان أو مؤتمر عمان الأول للسرد للدكتور حاتم بن حاتم بن تهامي الرواية العربية ورهان تجديد للكاتب المغرب المتألق محمد بن رادا وكتب لنا الكاتب الجزائري دكتور رشيد بوشعير هواجس الرواية الخالجية أما الدكتور جابر عصفور فكتب لنا الرواية والاستنارة وقدم لنا شاكر النوري كتاب بعنوان منفى اللغة وهي عبارة عن حوارات مع الأدباء الفرنكفونيين والشاعر الجميل حارث طه الراوي كتب لنا ربعية الراوي وهي مجموعة شعرية أما الروائي المتألق إبراهيم الكوني فكتب لنا فرصان أو فرصان عفوا الأحلام القتيلة والشاعر الجميل الدكتور شيهب غانم قدم لنا مئة قصيدة وقصيدة وديون شعر آخر وهو عبارة عن أو مجموعة قصائد لي الشاعر المتألق والإعلامي زاهي وهبي بعنوان رغبة منتصف الحب أما عبد وازن الكاتب اللغناني المتألق والشاعر الجميل فقدم لنا كتاب أمين معلوف العابر التخوم مفاتيح لزنزانة الروح وهي عبارة عن ديوان شعري للشاعر محمد علي الخضور وأيضا هذه الرواية أو هذا الديوان حائز على جائزة دبي الثقافية يبدأ المركز الأول في الشعر في الدورة السابعة ألفين عشرة ألفين وإحد عشر رواية مدائن الأرجوان لرواء السوري الكبير نبيل سليمان كتاب آخر الخطب الشعري الحديث في الإمارات قراءة تطبيقية الجزء الأول للدكتور الصالح هويدي كتاب عن الشعر بعنوان موريطانية موطن الشعر والفصاحة للاستاذ موفق عبد الفتاح العاني للرواء المتألق الوسيني العرج أصابع لوليتا دائما مع الوسيني ورواية مملكة الفراشة آخر كتاب معنا في هذه السلسلة وهو مجموعة شعرية للكاتبة وشعر زينب الأعوج بعنوان عطب الروح للإعلام فقط فالوسيني العرج هو زوج للشعر زينب الأعوج فهي أسرة كتابة شكرا هاته هي صورة زينب الأعوج في الأخير أتمنى كثيرا أن يعجبك من هذا الفيديو البسيط نلتقي في فيديو آخر ومع فكرة أخرى شكرا لكم ودمتم بخير شكرا لكم 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 شكرا لكم